نكمل لأخبارنا من عند الفريق برضو خاض الفريق برح تأسيمة فنية خلال ميران الأمس استعدادا لمباراة بيرامد غدا في كاس مصر وحرص البرتغالي جزبالدو فريرا المدير الفني للفريق على الاجتماع بلاعب الفريق أثناء تأسيمة لشرح بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها ومن ثم تم مواصلة التأسيمة وتنفيذ الجوانب اللي تم شرحها من خلال جزبالدو فريرا لللاعبين كمان حرص كابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق على تخصيص فقرة لتدريب حراس مرمى الفريق محمد عواد محمد صبحي محمد نديم والصيد عطية على تصدي لركلات الترجيح خلال ميران الأمس جاء تركيز على ركلات الجزاء قبل مباراة الفريق المقبلة أمام بيرامدز في نصف نهائي كاس مصر تحسبا للوصول لركلات الجزاء في حال انتهاء المباراة بالتعادل ومنسمى انتهاء الوقت الإضافي أيضا بالتعادل ان شاء الله يقدر رجالتنا ان شاء الله يحسموا المباراة في الوقت الأصل وما نوصلش أصلا بإذن الله في مباراة تقبيرامدز لي ركلات الترجيح